العلامة الكبرى الثانية نزول عيسى وهلاق الدجال ومن بين أتباعه كما ذكرنا في الحلقة الماضية من اليهود والمشركين يريدون أن يضعوا أوصاف الدجال على نبي الله عيسى ليهيأ الناس على اتباع الكذاب الأعور إنهم يركزون على العين الوسرى كعلامة مقدسة فيريد أتبعه إضلال الناس بوضع أوصاف المسيح الدجال على المسيح عيسى عليه السلام بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وضعا كفيه على أجمحة ملكين فتقام الصلاة فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم فإذا صلى صلاة الصبح التف حوله عباد الله المؤمنون فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد قرب بيت المقدس فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني فيتداركه عيسى فيقتله بحربته وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتلنا إلا الغرخد فإنه من شجر اليهود متفائر بشرى النبي قريبة فغدا سنأسمع منطفا لجمادي عجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفادي فقتله طاقه تربى من رجسه لا تبقي ديارا من الإلحادي خسما بمن أشرى بطير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقتله الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي الخلف فتعالى فقل إلا الغرفة فإنه من شجر اليهود ويفتح المسلمون بيت المقدس بإذن الله وبفتح القدس تنتهي كل المعتقدات الخاطئة ويحكم نبي الله عيسى كل الأرض بشريعة الإسلام لكن بعد فرح المسلمين باسترجاع القدس وبينما نبي الله عيسى يحدثهم إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور